مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي مصري وأول فيلم قصير يشارك في مهرجان كان من خمسين سنة قصة الفيلم بتدور عن آدم ورحلة آدم في أنه يعود لحبيبته مرة تانية بعد 82 يوم من الغياب وبيتحط في كتير من الأضايا المجتمعية وتحديات كتير بيمر بيها خلال الفيلم كمان النهاردة تابعنا معاكم فعليات فيلم الرجل الذي باع ظهره واللي بيعتبر واحد من أجمل وأقوى الأفلام اللي موجودة في مهرجان الجونة السينمائي السنة دي 2020 كمان عايز أقول لكم أن قصته مختلفة جدا جوار رسائل شبابية واجتماعية فضيعة الحقيقة الناس كلها منبهرة بي جدا احنا عملنا لقاء مع بطل الفيلم يحيى مهياني خليني أقول لكم أن احنا كمان وإحنا موجودين في تيو بي حضرنا في السينما أودي ماكس في الجامعة الألمانية حضرنا ندوة تمكين المرأة واللي كان بيحضرها الفنانة من شلبي وريشة شادة ممثلة هندية ودروسي مخرجة وصحفية فرنسية جزائرية وكمان ناجوة نجار كاتبة ومخرجة وكانت بتدير الندوة ريا أبي راشد كانوا طبعا بينقشوا حاجات كتير عن المرأة ولكن أهمها دور المرأة في السينما تحديدا وانها دايما بتبان انها ضعيفة ومقهورة وكمان قالوا انهم عايزين يركزوا أكتر في الفترة اللي جاية عن ان الست دايما بمئة راجل فاحنا عايزين نطلعها في السينما بشكل عام انها بمئة راجل النهاردة كمان خليني أقول لكم من على الراد كوربيت دلوقتي حالا أنا بتابع معاكم فعليات فيلم ميكا المغربي عايزة أقول لكم انه من الأفلام اللي كان فيه نجوم كتير الحقيقة جوم عشان يتابعوه فيلم ميكا هو بيدور عن أحداث الطفل ميكا اللي بحياته عايشها في فقر ممته وبابا حالتهم الاجتماعية مش كويسة وكمان هم عينين وفجأة حياته بتتغير 180 درجة بعد ما لقى نفسه في رياضة التانس دي كانت فعليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة للنهاردة عشان تتابعوا كل حاجة مختلفة منها على التلفزيون اليوم السابع ما تنسوش تتابعونا على تيك توك انستجرام فيسبوك وكمان توفيتر كنت معاكم أنا الشروق واجدي واستنونا فيه متابعة تانية باي باي